يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الرابع اليوم لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادية بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب وصرح المناسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بأن المجلس سينهي مناقشاته بشأن تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كما سينهي الصيغة النهائية للمادة الثمنة عشر من اللائحة المنظمة لعمله واللجان المتفرعة عنه وأوضح رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعاته بيانا يرسل لوسائل الإعلام يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات